في غضون سنة من الآن يجب أن نصل إلى المراحل النهائية للعملية هكذا افتتح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خطته الجديدة التي طرحها في اجتماع رفيع المستوى لحل الأزمة في ليبيا إذن تأكد الأمر الآن مرحلة انتقالية رابعة سيعيش معها المواطن في حيرة وألم وتجاذب سياسي اجتماع رفيع المستوى برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريس وبحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خارطة الطريق الجديدة تتمثل في تعديل اتفاق الصخرات ومن ثم عقد مؤتمر وطني ثم إقرار الدستور وإجراء استفتاء عليه ومن بعدها إجراء انتخابات رئاسية ثم برلمانية المبعوث الأممي سلامة أشار أيضا أن خارطة الطريق ستبدأ الأسبوع المقبل في إشارة إلى اجتماع لجنتين الحوار عن مجلسي النواب وما يعرف بمجلس الدولة لتعديل اتفاق الصخرات ودعا سلامة كذلك الهيئة الوطنية العليا للانتخابات إلى أن تكون مستعدة لإجراء الانتخابات في ليبيا مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية أيضا لمعالجة ملف النازحين والمهجرين وكأن سلامة صار الآمير الناهي حتى إنه يدعو هيئة الانتخابات لأن تستعد وذلك مرسوم رئاسي أممي ويرى مراقبون نتنامي الحرص الدولي من كلمات رؤساء الوفود وتسارع الخطوات لإنهاء الصراع الليبي جاء لسببينهما وقف تدفق الهجرة غير الشرية إلى أوروبا عبر المتوسط والخوف من اتساع رقعة تنظيم الدولة من جديد بعد اندحاره في سيرت ودرنة وصبراتا وفي ظل الصراعات والنزاعات الداخلية والخارجية على ليبيا ها هي الآن تقدم على خطة جديدة مفروضة عليهم من الأمم المتحدة لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل ستنجح الخطة الثانية في إنقاذ ما أفسدته الأولى؟